أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الكوليرا في اليمن أودى بحياة أزيد من 34 شخصا هذا الأسبوع في الوقت الذي ما زالت فيه الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عامين تدمر قطاع الصحة ورصدت المنظمة تابعة للأمم المتحدة منذ مدة الوفيات الناتجة عن هذا المرض الذي يسبب الإسهال وينتج عن تناول مياه أو أطعمة ملوثة بفضلات بشرية ضمن أزيد من 1360 حالة إصابة